اشتركوا في القناة التي طالما نسمع عنها ونشاهدها ونعيش تفاصيلها في بلدنا العراق مع الأسف منذ عام 2003 لحد الآن هي سلسلة من جرائم تتكرر بوجوه وبأشكال مختلفة ومن يدفع ثمنها الأبرياء والشعب العراقي بنحو عام هذه الجريمة حصلت في قضاء جبله في محافظة بابل هذه مجزرة حصلت راح ضعيتها 21 إنسان بريء من ضمنهم 13 طفل بينهم طفل ما زال في بطن أمه يعني عمره أربعة أشهر في بطن أمه أمه كانت حامل وقتلت أيضا 21 شخص راحوا أبرياء سفكة دماؤهم ببرودة ورعونة واستهتار وإجرام مخطط له وطبيعي جدا عند هذه الفئة الضالة التي تعكم العراق الحقيقة سارعة القوى الأمنية طبعا واضح كان كل الناس شاهدت قوى أمنية قوى تدعى قوى سوات هذه جزء من صناعة أمريكية صناحها الاحتلال الأمريكي للعراق ودعمتها إيران ميليشيات على مجرمين على عصاباته والتالي شكلوا هذه القوات التي طالما أجرمت بحق العراقين هي القوات الأمنية والقوات العسكرية طبعا وسنقول لماذا يعني لماذا نتهمهم هذا متهم لكنه واقع حال اقرار بواقع حال ارتكبوا هذه المزرعة جاءت مفرزة من بغداد بهذا الشكل وهاجمت بيت هذه العائلة في قضاء جبلة في هذه القرية الصغيرة في محافظة بابل وقتلت رب البيت وعشرين من أفراد العائلة من ضمنهم مثل ما قلنا طفل في بطن أمه يعني أمه حامل به عمره 40 أشهر في بطن أمه و12 طفل آخر معه عدد من النساء كارثة كبيرة طبعا مباشرة قوى الأمنية قوى وزارة الداخلية أصدرت بيانات والحكومة أصدرت بيانات ومباشرة قالوا أن هناك إرهاب وهؤلاء إرهابيون والبيانات التي صدرت والتصريحات والإعلانات التي تقول أن هذا تاجر مخدراته على صاحب البيت ويأوي إرهابيين وقاوموا الدولة وجرحوا من القوات الأمنية وقاوموا الحكومة وبالتالي صاحب البيت هو من قتل عائلته وبعدها انتحر الله أكبر جريمة يعني ليست بشعة في طريقة تنفيذها فقط لكن في بشاعتها أكثر في تبريرها في محاولة التضليل في محاولة الباس هذه الجريمة لباسا قانونيا وشرعيا مع الأسف الشديد هذا وضع هذه القوات الأمنية والقوات العسكرية التي قال أنها تضبط الأمن في العراق هذا الأمن اللي يبنوه ساطع السنة من الخراب والدمار هذا الأمن اللي يقولون عنه أنه يعني جئنا للعراق بشيء جديد هذا الشيء الجديد إجرام وقتل وهذه القوات يعني هذا ليس جديدا عنهم في عام 2006 ربما الكل يتذكر كانت قوات ما تسمى بالشرطة الاتحادية وغيرها وهذه القوات كانت هي من تقتل الناس طائفيا والجثث كانت يعني الناس يلقى القبض عليهم واختفون من الشوارع وقتلون في سيارات الدولة ما يسمى بالدولة الشرطة شرطة الاتحادية وغيرها ورمون بالمزابل سيارات هذه الدولة ترمي جثث بالمزابل وكانت وصلت إلى حالات 300 جثب اليوم في شوارع بغداد حقيقة لجزء من هذا التاريخ الأسود اللي يعيش العراق مع الأسف الشديد عموما نرجع إلى هذه القضية البشعة محافظ بابل قال أن العائلة قتلت بطريقة لا يمكن بالنص قال أن العائلة قتلت بطريقة لا يمكن البوح بها بشكل صريح في إشارة طبعا إلى أن قوات السوات ارتكبت مجزرة بحقهم هو محافظ وهو مسؤول على الناس ويقولون أنه ما نستطيع يبوح بها يخاف البوح بها لأنه موظف حكومة لا يستطيع أن يقول أن هؤلاء ارتكبوا مجزرة كبيرة مجزرة بحق الإنسانية والإنسان دون ألخذ بنظر الاعتبار أنه وجود الأطفال ونساء في العائلة ظهرت الحقيقة بصورتها الحقيقية يعني صورتها الواقعية أنه هذه عائلة بسيطة عائلة فقيرة هناك مشكلة بينهم وبينه أقرباء لهم في الأجهزة الأمنية وهؤلاء من دبروا كل هذا السؤال هو مهنى الآن كل حكومة ترمي الثقل على واحد ورتبتها نقيب رتب كل هذا وخدع كل هذه الكوى الأمنية مثل ما يدعوه طيب هذا نقيب ثلاث نجمات وفعل هذا الفعل وراحت عائلة كاملة وجدت قوات من بغداد قوات مدججة بالسلاح وضربة قنابل وصواريخ وأسلحة ثقيلة وناس تنزل على البيوت وقتل وذبحوا الناس بدم بارد وهذا نقيب زي إذا فريق بالشرطة أو الجيش شي سوي لعد هذا هذا يشيل محافظة كاملة من الأرض يشيلها من كل جذورها بكل جذورها يشيلها هذه قضية غريبة عجيبة في هذا البلد الكاظمي يقول كشفنا عن محاولة تضليل الحكومة والرأي العام و كل الأطراف المتسببة بمجزرة بابل والتضليل في قبضة العدالة الآن وشكلت لجنة وهذه اللجنة طبعا من اللجان يا مكثر اللجان مئات الآلاف من اللجان وشكلت لجنة للتوسع في التحقيق ولن نتسامح مع أي مقصر داخل منظومة الأمنية هي المنظومة الأمنية لماذا صارت بهذا الشكل لو كان بناءها صحيحا هي المنظومة العسكرية لماذا هذا شكلها لو كانت منظومة صحيحة من البداية بنيت بناء خطأ لماذا أصدر الحاكم الأمريكي بريمر قرارا بحل الجيش العراقي ومؤسسات العراقي لماذا ما هو هذا جزء من التحقيق لكي تشكل بهذه الطريقة تشكل بطريقة طائفية بطريقة إثنية بطريقة عصابات ميليشيات هذا الذي حصل وبالتالي انتماءات مختلفة رايات مختلفة ليس هناك راية واحدة ليست هناك عقيدة وطنية لا عقيدة تجمعهم وبالتالي يتصرفون على هواهم لذلك كل شخص أمين كل شخص عسكري يستطيع أن يفعل ما يشاء ولا أحد يحاسبه ولا أحد ولا يخاف من قانون ولا من سلطة لو كان هذا النقيب أو غيره مهما كانت رتبته لو كان يعرف أن هناك قضاء هناك دولة هناك عيبة هناك سيف للدولة وهناك انضباط وهناك احترام لحياة الناس ولحقوق الإنسان لما فعل هذا لكن هو يعرف أن كل الأمور سائبة وأنها بيد الميليشيات وأن الدولة غير موجودة وبالتالي يتصرف كما يحلو له يعتمدون في كل حديثهم في كل رواياتهم على المخبر السري يقولون أنه مخبر ومخبر سري ووصل لنا معلومات وهذا الخطأ هو هذا مثل ما يقول يعني يقول المسؤولين عن الداخلية أنه هذا خطأ ما يصير هيشي أس عرفتوا خطأ بعد ما راحت هذه العائلة وبعد ما راحت مئات العوائل بل آلاف العوائل مئات العوائل في السجون بتهم كيدية أنتم المسؤولين يعني هناك مخبر سري مسؤول عنها تأخذون برأيه ودستوركم يقول لا يجوز أن يؤخذ برأي المخبر السري طيب أنتم تطبقوا للدستور لما تطبقوا للدستور ولا يجوز الأخذ به كدليل يعني تدابير معينة تسمع آراء أو أخذ بتدابير معينة والتحقيق لكن هذا لا يجري في العراق تهم كيدية تهم للقتل جاهزة ذبح المواطن مجزرة حقيقية الرواية كلها كذبت الرواية كلها سقطت الحكومية رواية كل أجهزاتها سقطت وظهرت عورة الحكومة وظهرت عورة الأجهزة الأمنية والقوى العسكرية بشكل واضح أمام الرأي العام ربما وقت هذه الحلقة لا يسمح بالاستمرار في الحديث عنها سنكمل حديثنا في حلقة قادمة إلى ذلك الحين استبدعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة